صداقة جميلة بين الإنسان وبين القدسين الكنيسة غنية بالقداسة في سيرتها الحلوة وبتعلمنا الشفاعة وبتعلمنا الشفاعة الشفاعة مقبولة صحيح ورب المجدس هو قال قايا في الإنجل أن من يقبل إليه لأخرج وخارجها من؟ مش خاص بلأن الواحد يقام بالمسيح من يقبل إليه لأخرج وخارجها طيب ممكن نوضح للناس مفهوم الشفاعة والفرق بين الشفاعة الكفارية لأن إحنا اللي ضد الشفاعة دايما وإحنا ما الناس شفاعة ما إحنا يعني لربنا على طول وبين شفاعة القدسين شفاعة القدسين؟ شفاعة القدسين والشفاعة الكفارية اللي اتنين مهمين لكن فيه فرق كبير بينهم أيها شفاعة القدسين كل واحد راح ملخوة السماوات أي أن كان واحد أو واحدة أو صغير أو كبير أو قدسة أو إنسان عند لك راح السما له طلبات من أجل أهله وأصدقائه الموجودين على الأرض وطلبات مقبولة عند الله لأنه في السما ما بيرفوتش ربنا هذي طلبات دي شفاعة شفاعة من الناس اللي رأيوا السما الناس اللي موجودين على الأرض وليهم علاقة حلوة بربنا لهم شفاعة لما يطلبوا من ربنا ربنا بيستجيب ليهم رب المجد قال لي آية في الإنجيل من يؤمن بي لا هي أبدية ومن لا يؤمن بي ليس لها أبدية بل يمقص عليه خطب الله ويقول لك كلمة الإيمان كلمة الإيمان جوهرة في حقيقتنا المسيحية الأرثوذكسية مش إيمان أنا أنا أملت وخلص أنا فهمت وخلص لا حبيبي لا من يؤمن بي لا هي أبدية ومن لا يؤمن بي ليس لها أبدية بل يمقص عليه خطب الله إيه اتولاتنا في الإيمان دفعنا كان جاهدنا في إيه تحبنا فيه أولي حاجة بقى أشكره أشكره كل حين لأنه ده طلقا ساتكم مهما كانت يدقات أشكرك يا رب مهما كانت الظروف صعبة برضه أشكرك يا رب لأن الإيمان ده وصلنا زي ما قدسك بتقول من غير ما نتعب فيه في حاجة على دماء وإيمان أباء أنا وأجداد جوهارة عقيقية من دي طبعا جوهارة عقيقية واللي يتمتع بيها اللي يدخل عمقها يتمتع بيها يدي شرط للدنيا باللي فيها ولكن العالم فاني وقبض الريح قبض الريح يعني يعني ريح ماشي كده واحد يجي يمسيكها بإيده يطلع فييده ولا حاجة الدنيا دي كله صحيح يا بون يمكن الناس بتختلف أو بتتفق في الأراء إحنا بنتشفع بالقدسين اللي بنقول أسماءهم بنذكرهم في المجمع اللي بتقالوا في السنكسار سيارهم لكن الشهداء اللي استشهدوا في الأحداث الأخيرة في التفجيرات الكناس الأخيرة اللي الناس برضو بتؤمن بشفعاتهم وبتطلبهم وفيه كتير قوي بيقول إحنا بنحس باستجابتهم بينا بيستجيبوا صح حتى اللي لسه كينيسة مش بتذكرهم في مجمع أوفس نكسار نقدر نتشفع بيهم صح نتشفع بيهم راحوا سمع ولما يطلب طلب من أجلي وهو قدام رب المجد يسوع مش هقوله لا لأنه عنده في السمع رب المجد يسعر بيهم